هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور صاندرين عبر حكواتي وبحب رح بيضيفي لليوم دكتور وليد شبير طبيب أسنان مختص بجراحة الأسنان رح نحكي سواء عن الصحة الفموية وتأثيرها على الصحة الجنسية عم نحكي كتير عن الصحة الجنسية وكتور بيحكوا عن الصحة الفموية إنما ما بيتم ربطن لبعض وبالحقيقة كتير مهم إنه نربط اتنين سواء لأنه فيه تأثير متبادل بين الصحة الفموية بين حالة الفم والأسنان والصحة الجنسية أكتور من الدراسات عم بتفرج إنه فيه علاقة معقدة وجوهرية بين اتنين من مخاطر الإصابة بضعف الانتصاب إلى مشاكل الخصوبة وحتى تسوس الأسنان فبتمتد تأثيرات صحة الفم إلى شيء أبعد بكتير من بس الابتسامة والواحد بده يقدر يفهم الصحة بطريقة شاملة ويكون عنده وعي كامل تأثير يهتم بجسمه وبكل مناطق جسمه يعني مش بس يركز على صحته الجنسية بس كمان على الصحة الفموية وعلى صحته العامة لأنهم كلهم مرتبطين ببعض فالحفاظ على صحة الفم والأسنان ما دم بس خطوة أساسية للابتسامة الجميلة إنما هو جزء حيوي من العافية الجنسية والإنجابية المزيد اليوم مع دكتور وليد الشبير نستقبل دكتور وليد الشبير المتخصص بطب الأسنان أهلا فيك دكتور وليد أهلا فيك دكتور ساندريل فينا ما نعيد لبعض بالدكتور فينا نكون هيك ريلاكس أكتر اليوم رح نحكي عن موضوع بركة الليل كتير تنحكي عنه ها أول مرة أنا بحكي عنه هو علاقة صحة الفم والصحة الجنسية هل في علاقة بينتهم؟ أكيد في علاقة عندك العدوة الفموية مثل التهاب اللي فيها تأثير على الصحة الجنسية عند درجال مثل عند النسمين وبيعتقد كمانا أنه بعض الأمراض الجنسية فيها تنتقل عن طريق الاتصال الفموي سوأكيد في علاقة بهول الموضوعين وهذا الشيء كتير مهم نحن نحن نذكر كل الأشخاص اللي بميصور لجنس الفموي أنه إذا الشركين مش عاملين الفحوصات لا العدوة الجنسية لازي مكونوا لجنس الفموي كمان محمي مش بس الإلاج لازي ميكون محمي هلأ إذا بما أنه إنا أنه في علاقة بين الصحة الفموية والصحة الجنسية هل فيهم مشاكل الأسنين ومساها مشاكل اللسة أنه يأثروا على الأداء الجنسة على القدرة الجنسية إيه صح فيها هيدا شيء أسير خصوصا أن التهابات اللثة فيها تأثير لأنه لما يكون الإنسان عنده التهاب لثة متقدم البكتيريا اللي بتكون موجودة بهالالتهابات فيها تنتقل بالدم يعني إذا مثلا شخص هو أصلا عنده أمراض بالقلب وبكتيريا اللي عنده إياها بالفم انتقل بالدم ووصلت للقلب فيها تأثر له على يعني تعمله مشاكل بالقلب بعض أكتر لأنه هو أصلا عنده استعداد لهيدا الشيء مثل ما كمانا هالبكتيريا إذا كمانا مشيت بالدم ووصلت للشرايين اللي هي بتغزي العضو الزكري فيها تخلي أنه ما يعود الدم يوصل بطريقة مضبوطة يعني فيها تأثر تأثر على قوة الانتصاب وعلى قدرة الانتصاب لأنه بتصور تمنع تدفق الدم بطريقة مضبوطة وضرورية كرميل يصور فيه انتصاب فيهم يأثره يعني مشاكل اللثة والسنين فيها تأثر على الإدراج جنسية بفتكرك المستمعين نطو قدام البري عم يفحصوا تمون شو يعني التهاب باللثة يعني في أحمرار في وجهة كيف روح أن يعرف إذا عنده التهاب باللثة على التهاب باللثة بتبين لما تكون يعني الشخص بيشوف أول شي لثته تكبر بالحجم بتصور محمرة كتير بتنزل دم لما يكون عم بفارش سنينه بيشوف أنه في دم عبينزل وإذا كان في التهاب مرات متطور أكتر فيه ينزل دم تلقائيا يعني هو عم بيحكي هو عم بيشرب إذا بحط قصبه على لثته فيه يحس أنه أنه نزل يدام بس هيعة شي يعني الواحد بيقشع أنه لثته ملتهبة بيشوفها أنه كبرانة بحجم ومحمرة وبتصور تنزل دم وشو الأسباب لهذا الشيء؟ أغلبية الأوقات بيكون السبب أنه الإنسان ما بيكون يعني الشخص بيكون معا بيفارش سنينه ما بيفارش سنينه بطريقة مظبوطة هلأ فيه عندك كعالم بيبقوا هنه عندهم استعداد أنه يعملوا مشاكل باللثة بس مشاكل اللثة فيها تتطور إذا الشخص هو ما بيفارش سنينه بانتظام ما بيستعمل الخير بيهمل حاله يعني نظام أكله ما بيكون منيح كثرة التدخين فيها تعملها تأثر كثير على مشاكل اللثة والدخان إذا بديك كثير يعني بيعمل بيعملك مشاكل باللثة بس مشكلته أنه الطبخ ما بيخلي الدم يوصل بطريقة مضبوطة على اللثة يعني أنت إذا بتطلع باللثة بتلاقي أنه مانا محمرة مانا ورمانة ما بتنزل دم يعني بتخملي أنه سليم اللثة لما هي أصلا بيكون لأ فيه مشاكل عم تتكون بس كثرة الدخان بيخلي أنه هال مشاكل ما تبين ما تبين عليك مش إن هيك كثير ضروري أنه الواحد يعني يروح عند حكيم لثنين بطريقة منتظمة كرملت حتى إذا فيه هيك مشاكل هو منه عارف فيها ومنه إشعى يقدر حكيم الأسنان يعني يساعده ويحلله إياها فيه كثير أشخاص بيتباهوا أنه هن صار لعشر سنين ما زيروا طبيب أسنان هنا منذكر أنه كثير مهم أنه الواحد يروح مرة بالسنة ينضف الأسنان بطريقة منيحة حتى إذا بيفرش سنانه وبيستعمل لقاتر الحرير بس ما بيكف هذا الشيء بدأ نشيل التارتر ما باك يقول بالعربة بس هذا اللي عنده مشكلة بسنين فيكن عنده مشكلة وما يكون حاسس فيها مثل لما الواحد فجأة بيقلك منام بالليل لأنه وجع درسه هذا السوس مثلا اللي تكون ووصل للعصب ما تكون بهالسنتين يعني مثلا الوقت هو بيتم وعن بيكبر وهو منه حاسس فيها مش هيك لازم الواحد يروح انتزاميا عند حكيم السنين لأنه بيجع بليك بيش القلم منه هو المعيار الوحيد اللي الانسان يجب ياخده حتى يقرر إذا هو عنده مثل أولاء بسنينه وما نوع منحكي عن قديمهم أنه صحة الفم نحتم فيها هل هالمشاكل التهابات اللسة مثلا فيها تأثر كمين على الخصوبة أكيد فيها تأثر على الخصوبة في عندك على الخصوبة صري في عندك دراسات دراسات كمنا صار في أستراليا فرجت أنه في وجود علاقة بين التهابات وصعوبات الخصوبة عند المرأة يعني الالتهابات والبكتيريا بالفم فيها تأثر على الجهاز التناسلي وهي بنفس الطريقة يعني اللي حكينيها أنه هذه البكتيريا اللي بتكون موجودة بالفم فيها تنتقل بالدم وتعمل مشاكل على الجهاز التناسلي وبتأثر على الحمل كمان أم خلص ما قلع علاقة بصار في حمل ما بقفية تأثير بالعاكس بتأثير على الحمل التعبات التي فيها فيها تخلي أنه يصور فيه مشاكل إثناء الحمل فيها تعملك مرات ولادة مبكرة في الولد يخلق يكون وزنه أوطى من ما هو المفروض يكون هلأ لازم يعني فيه هون نقطة مهمة أنه كل مرأة حبلة هي معرضة أنه يصور عندها مشاكل لطة لأنه خلال الحمل بيعلو الإستروجين بيقتالها لبروجستيرون هؤلاء الهرمونات اللي بيعلو بيخلوها للمرأة تصور يعني تتعرض أنه يصور عندها إلتحابات باللطة وبنفس الوقت إذا المرأة هي أصلا بتكون عم بتعيني من العين أثناء الحمل أو بارتجاع المعدي هذا الشي بيخلي أنه يصور في حمودة زيادة بالتم وهي الحمودة اللي زيادة كمانا بتأثر على الإسنان يعني هي المرأة الحبلة بلا شي عندها استعداد أنه يصور في عندها مشاكل باللطة تبعها إثناء الحمل مش نهيك كتير مهم لما تكون المرأة يعني هو أصلا كتير مهم حيالة وقت بس أكتر بعد إثناء الحمل أنه المرأة تحتم كتير منيح يعني بإسنانها تفرش كتير منيح إسنانها حتى ما يكون في عندها مشاكل باللطة يمنجع نقول فيهم يعني مضاعفات يعني كمنها خلال الحمل طبعا وما أنه عم نحكي عن السيدات وعن الحمل بركة كمان مهم أنه نذكر أنه صحة الفم كان مهمة عند الردة عند الأطفال الصغيرة لأنه في كتير أشخاص ما بيكترسوا بصحة الفم عنده بيعتبروا أنه على الخمسة ستة سبعة رح يجع فبركة هون كمان مهم نذكر أنه لا هذا الشي كتير مهم صح بعدنا هي بيش على ستة سبعة هي على ستة سبعة بيتبدلوا الاسنين الأماميات بينما الدروس اللبنية بتبطل بتمنع عمر 12 سنة يعني عندك وقت طويل هذا الولد ما عنده غير هول الاسنين بتتمه فأكيد كتير مهم أنه الواحد ينتبه باسنين الولد يعني الردع طبعا هون الفتنة بغير موضوع يعني سنة أنه كيف يهتم فيهم ما يخلي ينام مع ردعات الحليب بالتم ما يعطي مثلا المصاصة ويحط له عصر يعطي ها بالتم هذا الشيء يعني سنة أنه كيف واحد يهتم بتنضيف سنين لولده بس أكيد تنضيف سنين لولد هذا شيء كتير مهم كلمان لأنه السنين بينهي اللي عنده صحيح سنين حليب ودروس حليب بس بالوقت الحليب وهم ما عنده غير وهم كمان بيلعبوا دور كتير أساسي كلمان السنين الدايمين اللي بد تطلع محلهم تطلع بطريقة مظبوطة تطلع بمحل سليم ما يكون في التهابات يعني وهنا مثل هكي هون هن ينقلوا بكتيرية التسوس لأولادهم خصوصا الامات مثلا ما بيكونوا عم بطم أولادهم مرة فيهم تحطوا ملعية الأكل بتمهم حتى يشوفوا حرارة الأكل سخنة أو بيتة ويرجعوا بيشلوها وبحطوها بتم ابنهم أو بنتهم يعني هالحركة إنه تنحط الملعية بتم الام ترجع بتم الولد فيها الام إذا هي عندها بكتيرية التسوس بتم تنقلوا إيها لأبنها سو هذه الشعال كمان لازم تنتبه لها خلال هلالين يعني عطينا هذه الشعال وبين الباليرين كمان إذا شخصين باسوا بعض وكان في واحد منهم عنده صوس بتم فيه نقول التسوس للشخص التاني دعم أكيد هي بني هي البكتيريا يعني في عندك بكتيريا اسمها هي اللي بتخلي هي اللي تعمل التسوس للسنين إذا شخصين عم بيبوصوا بعضهم واحد منهم عنده هذه البكتيريا بتموا بطريقة كتيرة أكيد في ينقلها باللعاب طبعه في ينقلها لشريكه يعني مش نهيك كتير مهم إنه الواحد يهتم بنظاف يتم يفرش سنينه بطريقة منيحة حتى يعني ما يكون عنده تسوس بسنينه لأنه إذا عنده تسوس بسنينه منه متعالج يعني عنده هذه البكتيريا بطريقة كبيرة بتموا في ينقلها لشريكه خلال الترويس يعني هلأ بدنا نعرف شغلي إنه السوس منه بس ناتج عن هذه البكتيريا يعني مش بس هذه البكتيريا هي اللي بتعملك سوس بسنينك أو لا في غير عوامل كمانا بتأثر اللي هي في عندك عامل الوراثة في عندك نوعية الأكل نظام الأكل اللي اللي أنت يعني حسب الأكل اللي بتكليه وفي عندك كمانا كيفية العناية بتمك كيف أدابة نفس سنينك بانتزام هذا كله بأثر على أن يكون في عندك تسوس بس إذا بدك البكتيريا هي اللي معقولة تقدري تنقلي على شريكك بس نحك عن نوعية الأكل شو بتعني هل هي متعلقة بالسكريات أكتر أما بكل أنواع المأكولات اللي من نصحية عامة للتسوس كل المأكوليات هي بش بس سكريات يعني الواحد بده يعرف أنه بش بس السكر هو اللي بيعمل تسوس في عندك كمانا قصص مثل تشيبس اللي هو فيكون مالح بس بيلزق على الاسنين لما بتكلي هذا كمانا في عاملك تسوس في عاملك تسوس نوعية الأكل يعني في عندك الجنك فود بيعملك تسوس في عاملك تسوس وبيش بس الأكل يعني في عندك كمانا مثل شرب الكحول في كمانا يعملك تسوس هي لازم الأكل يكون صحة تكون منتظمة بأكلك يكون غنبة إذا بدك بالفيتامينات بالمعادن هذا شيء كتير مهم يعني لصحة سنينك وهذا شيء كمان بيأثر للصحة الجنسية يعني عند الشخص كمان بتقلي دكتور وديد اللي بيلأمشه كتير كمان هذا الشيء بيأثر على صحة السنين ليش؟ لأنه اللي بيلأم أنت عندك اللعاب طبعك هو بيحميلك تمك من التصوص تركيبته بتحميلك تمك من التصوص لما أنت بتاكل تركيبته لللعاب بتتغير بصور سنينك بصور معرضين للتصوص وترجع تركيبه اللعاب بترجع تاخد يعني ترجع على التركيب الطبيعيه طبعا اللي هي بتحميك من التصوص بتاخد تقريبا نص ساعة من الوقت إذا أنت كل الوقت بتلقمش أكل يعني بتاكل تركيبه اللعاب بتضغير تجع تاخد نص ساعة تجع توصل للمعدل الطبيعيه طبعا تجع أنت مثلا بعدها بنص ساعة تجع تأكل بترجع هي بتركيبت اللعاب تبعك ما بعض سنينك محميين بترجع تاخد وقتها ترجع ترجع توصل على المعدل الطبيعيه طبعا يعني كل هالوقت لما أنت اللعاب تبعك الPH طبعه والPH طبعه عم بيو طوي على ويو طوي على أنت بكل هالفترة بتكون أنت معرضة أنه يخوصوا سنينك وإذا ما منيك كل فترة طويلة هل هالشي بأسير؟ هلأ هو إذا بدك أصبط أصبط شي أنه الواحد يأكل يفرش سنينه وبيجع بينتني عن الأكل لحديث الوجبة الثانية أنا معا بقلي كمان ما تأكل أبدا بس أنه كل الوقت يكون فيه أكل بالتوم هذا الشي كتير ميأزل وبش بس الأكل يعني حتى العصير لأنه العصير فيه سكر يعني إذا كمان الواحد بيشاب كتير عصاير كل الوقت عصير بتمه هذا الشي كمان عرف يأزل السنين يعني المفروض أنه إذا الواحد فيه من بعد الوجبة يفرش سنينه أو إذا ما أنه قدر يفرش سنينه على القليلة يتمخمط بماء ما يخلي يضل فيه أكل مجمع بتمه أو إذا كان شاري بعصير أو حليب ما يضل مجمع هذا العصير أو الحليب بتمه يتمخمط بماء وما يعود جاء كل حديث الوجبة الثانية هذا بيكون أفضل طريقة أنه نقدر نحافظ فيه على سنيننا يعني مما أنه حكينا أنه البكتيريا تبوت التسوص فيها تنتقل بالتقبيل هل فينا ننقل أمراض منتقلة جنسيا عبر التقبيل أيضا؟ فيك تنتقل فطريات عبر التقبيل في عنديك القلاع الفاموي اللي بسببه فطر كانديداء البيكان فيه كمانا ينتقل عبر التقبيل اللي هو يعني بتكون مثل عدوة فطرية بتظهر عادة مثل شكل بقع بيضة وبتكون كريمية بتكون مثلا بداخل الفام أو على لسان وإجمالا بتكون مقلمة وبتخلي يعني بصور الإنسان بحس بصعوبة بالبلع سو هولي أنت بحالتك الصحية العادية فيكون عندك يهون هولي الفطريات بكمية قليلة بتتميك منا مشكلة بس إذا صار في عندك خلل بالتوازن الطبيعي طبعا الميكروبيوم بجسميك أو بضاف الجهاز المناعة إذا كتترو هولي الفطريات بتتميك ساعتا فيك تنقليهم لشركيك عبر التقبيل دائما لازم مش ناكي كل إنسان إذا حس أنه في عنده شي بتمه فطريات لازم أكيد يروح عند حكيم أو حكيم سنين يشوف شو هنه هولي تحتى يتعالج يعني ما يتركهم ما يهملهم بتمه تحتى كمان ما ياخد خطر أنه ينقلهم يعني ينقل هذه العدوى لشركه ومما أنه عم نحكي عن العدوى هل فينا ننقل عبر الممارسات الفموية أمراض من تقليل جنسيا مثل الهيربوس أما غير أنواع من الأمراض وخاصة كتير بيفكروا بالـ إذا الوحد فيه يعني فيروس ضعف المناع البشري إذا فيه الوحد ينقلوا إثناء الممارسات الفموية فيك تنقل أمراض الممارسات الفموية مثل الهيربوس الفموي القنورية عندك فيروس الورم الحليم البشري الـ HPV يعني اللي فيك تنقل اليون إجمالا إذا بدك حتى الوحد يكون حامي حاله أهم شيء يستخدم وسائل الحماية يعني ويكون محافظ على نظافة الفم بهولي يعني هولي الشغلتان اللي هنا أكتشفين يحموك عن أنه ما تقدري ولا تنقلي أو تلقطي الشيء بخلال الممارسات الفموية وهنا أكيد سفي ممارسات الفموية مهم ما يكون فيه ما يكون الشخص مفرشة سنين وضغري قبله جيرح لسته ما يكون فيه دام عم ينزل أمجروحات بالبتم تا ما يصير فيه انتقال الفيروس الضعف المناعة يعني الـ HIV فيه يوصي الـ AIDS يعني إذا بنا نحكي عن هذا الموضوع في كثير عالم قبل إذا بده يصور فيه علاقة جنسية في كثير عالم بتخمل أنه هي عم تفرشة سنينة كرميل مثلا تشير ريحة التم يكون تم منضيف بينما هذا شيء ما كتير مستحب لأنه مثل ما أنت قلت في الواحد هو عم بفرشة سنينة يمكن يجرح حالهم بالغلط ما كتير مستحب ماكسيموم فيهم يستعملوا غسول الفم أي ما خمدوا تمهم بس ما يفرشوا سنينهم قبل لأنه طمع ياخدوا خطر إنه إذا هنو عم بفرشوا سنينهم يجرحوا حالهم بالغلط يشور فيه دام بالتم ويقدوا ساعتا يلقطوا يعني يهن يلقطوا أو يعدوا غيرهم من وراء هذه الشغلة بس ما منا نوصل الرسالة الخاطئة لأنه أنا كتير بشوف أزواج دكتور وليد بيخبروني أنه يعني كان في نفور بالعلاقة الجنسية بينتهم أم حتى بالعلاقة الزوجية لأنه الشخص التاني ما كان يعتني بنظافة الفم يكون فيه دايما ريحة كريهة بالفم وهذا الشي سبب كتير نفور وهنا بنا نتذكر أنه بعد الأوات فيه أشخاص عندهم ريحة كريهة بالفم ما بتكون متعلقة بنظافة الفم هلأ يعني كل إنسان تكون ابتسامته حلوة سنينو حلوين لفتنضيفة هيدا كمانا الشي بعزز بعزز أول شي هو السيئة بالنفس طبعه وبيكون هيدا عامل يعني جيزبية تحطى الشريك طبعه يحس حلو مجذوب يعني لقلو سوالشخص اللي بيكون ما بيهتم بتنضيف سنينو بيبقى عنده لطه متهبة بتبقى في ريحة اللي عنده تساوسات سنينو مثلا لونه لمنه حلو أكيد هذا الشي حي يعني أول شي أنت تنزرج من خالك إذا كان تمك هيك بيقللك من من السئة بالنفس وفي كتير عالم إذا بتلاحظي بيكونوا اللي بيكونوا بعانوا من هيدا الشي مثلا لما بيضحكوا أول شي بيعملوا بيحطوا إيدهم قدام تمهم بيبقوا عارفين لأنه هن عندهم مشكل بيطامهم بيجرح بيخبوا بيحطوا إيدهم قدام تمهم سأكيد كتير مهم إنه الواحد يهتم يهتم بسنينه بنظافة سنينه باللي تتبعه أول شي لقلو كلمال تحتى هو يقص حاله مرتاح مع حاله وكرمينا كلمال الشريكه تحتى تحتى يعني ما يكون هيدا ما يكون يعني سبب إنه يبعد عنه للشريك طبعه لأنه سلام فيه يحتم كرها أو لسنين منظرهم منه حلو شكلهم منه حلو سأكيد هذا الشي لازم لواحد يهتم فيه وبما أنه حكينا عن السكر الكحول التدخين شو كمان لازم شو لازم ننتبه تنحافظ على صحة الفم تابولتنا وتنحمي صحة الرأة جنسية كمان اللي هو ما قالنا يعني أكتش بديك تحافظي على صحة التنميك يعني تفرش السنين بانتزام تستخدم الخط تستخدم غسول الفم تروح عند حكيم السنين بطريقة بطريقة منتزمة وبديك تستخدم يعني الوقاية الكافية عند العلاقات العلاقات الجنسية تساعد حالك يعني تحمي حالك وتحمي تحمي شريكك يعني هذا الشي يعني إذا بديك هذا الشي هو بأدل لحماية حماية يعني طبع صحة الفم وصحة الجنسية دونك أكتش يعني دائما مكتير مهم الواحد يعني يعتني بنظافة بنظافة كلمة يعني في تأثيرات على مثل ما حكينا يعني مثلا إذا في انتهاء باللثة في أسر له على الانتساء الطبع أو مشريك الأخرى حتى كمنا يحمي يحمي شريك وما يقدر يعني ينقله أي عدوى يعني هذا الشي كتير كتير مهم ورح نشوف رح نتسمى على بعض هيك المعلومات بارك ما منفكر فيها أنه هي كمان بتأثر على صحة الفم والصحة الجنسية وبعدين مننتقل أسئلة المستمعين حكينا كتير عن مشاكل القلب عن السكرة عن الأمراض منتقل جنسيا إنما ما حكينا عن عوامي الأخرى الوحد بارك ما يتفكر فيها بتأثر على صحة الفم وعلى الصحة الجنسية مثل نقص التغسية سوء التغسية اللي ما بتكون غنية بالفيتامينات خاصة الفيتامين سي وبالمعادن فيها تسبب مشاكل باللسة وبالأسنان وهذا الشي مثل ما شفتنا بس يكون فيه التهاب اللسة بس يكون فيه مشاكل بالأسنان والتسوص وبكتيريا هذا الشي رح يأثر بطريقة سلبية على الحياة الجنسية وبالعكس بس نكون عم ناكل بطريقة صحية مع حمية غذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن عم نحسن صحة اللسة والأسنان وكمان صحتنا الجنسية في عامل ما حكينا عنه ودايما من جيب سيرته بس يكون فيه مشاكل جنسية وبس يكون فيه غير أنواع من المشاكل مثل الأوجاع بالمعدة أم بركدي بالنفس أم حتى بعض الأوجاع بالعضلات بس التوتر والقلق يعني الضغوط النفسية كمان فيها تسبب مشاكل فموية لأنه بتسبب الكز السنان أم صرير الأسنان وهذا الشي رح يقدي لالتهاب اللسي وبيأثر على الصحة الجنسية بس كمان بيأثر على النوم وبيأثر على الصحة النفسية فهذا الشي يأثر على الرغبة الجنسية والإدراع على الأداء طبعا حكينا حكينا عن مرض السكري لازم نعرف أنه كل الأمراض المزمنة إن كانت السكري أو مشاكل القلب أو مشاكل ضغط الدم كلها فيها تأثير على صحة الفم وكتير مهم أنه نتبه لفم تابعولنا أنه نروح عن طبيب الأسنان مرة بالسنة أنه ننظيف سنانا أنه نتأكد أنه ما فيه فطريات بالفم ما فيه التهابات بالفم لأنه كلها عندها مضعفات جنسية مثل ضعف الانتصاب مضعفات بنشوفها أكتر عند الرجل من عند المرأة لأنه عند المرأة بدل فيه الأستروجان عم بيحميها عم بيحميها شرايينة فبيحميها حتى إذا فيه مشاكل بالفم بعد عمر الخمسين ما بتعود محمية من الأستروجان رابع عامل فيه ما يأثير على صحة الفم وعلى الصحة الجنسية هي بعض الأدوية اللي بتخفف من تدفق اللعاب هنا نفكر بكل أدوية الاكتئاب والتوتر كمان الأدوية اللي كمان رح تأثير على تشنج العضلات أدوية الحساسية أدوية حب الشباب كلها هيدا فيها تأثير على تدفق اللعاب بالفم فهذا الشي بيزيد خطر التسوص وأمراض اللسة وما نازم ننسى أنه كمان هالأدوية عندها تأثير سلبي على الأداء الجنسي فبتكون عم بتأثير مباشرة عبر العوارض الجنبية وبطريقة غير مباشرة بس تكون عم بتسبب مشاكل بالفم خيمة عمل ما اللي يازم ننسي هو كيف منفرش سنينة وكيف نهتم بصحة الفم تابعولنا فإذا ما منفرش سنينة إذا ما منستعمل الخيط الحرير رح يتجمعوا البكتيريا وبقول الفطريات بالفم وكمان إذا ما منغسل موظبوط على الأداء التنسولية رح يتراكموا البكتيريا والفطريات وهذا الشي بيزيد من خطر الإصابة بالعدوى وبالأمراض فلازم دائما دائما نهتم بالنظافة تابولتنا أكيد لازم نغسل حالنا يوميا هذا شيء كتير مهم ونغير الملابس الداخلي يوميا ونفرش سنينة الصباح الغداء والمساء قبل النوم هؤل الأمور ما لازم ننسي ومن كتير نشد بس نفرش سنينة هذا شيء كما يفي أثير على اللسة آخر عام ما حكينا عنه هو النشاط البدني اللي الرياضة والنشاط البدني بيأثره سلبيا على الدورة الدموية والصحة العامة فهذا الشيء يأثر وفي سبب مشاكل بصحة الفم والصحة الجنسية فمنشوف أنه لازم ناخد جسمنا ككل ونعتني بكل أجزاء جسمنا لأنه كلهم بيأثروا على بعض فكتير مهم أنه نتبع نمط حياة صحة إن كانت تغذية جيدة تمارين رياضية بانتظام إدارة الضغوط النفسية الحفاظ على النظاف الشخصية كرمل ندعم صحة الفم والصحة الجنسية بس الصحة بشكل كل كمان هذا شيء كتير كتير مهم دكتور وليد أجينا تعليقات وأسئلة عن الموضوع رح نحاول نجيب على البعض مننا خاصة أجينا كم سؤال على تيك توك في شخص عم يقلنا أنه في طبيب على تيك توك طبيب أسنان عم بيقول أنه طبيب الأسنان في يعرف إذا الشخص ميرس الجنس الفموي هل هذا الشيء مزبوط؟ لا لا ما في ما في حكيم لسنان يقدر يعرف بمجرد ما هيك من فحصة الروتينة طبع التيم أنه يقدر يعرف إذا الشخص اللي قدامه ميرس الجنس الفموي هلأ بعرف أنه مرات في بيين مثل بقعة صغيرة على الحنك بيكون حمراء أو بنسة أو بنسكجية اللي هي نتجة عن مثل نزيف تحت الجلد بس هي في يكون عندها أسباب متعددة يعني فيها مرات تكون جاية من وراء بالك الشفط أو الضغط اللي واحد بيعمله إثناء الجنس الفموي بس فيها كمانا تكون ناتجة عن قصص كتير غير مثلا إذا واحد بيلعب أداة موسيقى موسيقى نفخية في كمانا بيكون عم بيشد كتير هو وعم بيلعب هول العادات فيه ونعم عملوله إيهن كمانا هول البع ما فينا بس يعني لما نشوف هول البع ما فينا نجزم أنه كنا هذا الشخص عم بعمل الجنس الفموي لأنه فيها تكون عادات يعني في كتير أسباب غير بديك لما تشوف هذا شي بديك تشوف تاريخ الطب تبعه تشوف هو هلأ الحال تبعه فيه مراك تكون قصص تحسوسية كمانا تقدر تجزم وتعمل تشخيص دقيق بس ما فيك تقرري من ورا بس هول أنت ما بتجرب تعرف شو ممارسات الشخص أنا مش هذا اللي بهمك أنا مع حياة الشخصية للإنسان أنا مع حياة الشخصية طبعا الشخص اللي جاي لعندي يعني هو بحر يحمل اللي بد دي أنا بالنهاية جاي عالج له سنين يعني وعالج له المشكلة عند دي هذا شي كتير مهم دكتور وليد في شخص بيسألنا كمان إذا أسنين ممارسة الجنس الفموي هل فيه هذا شي يسبب تسوّس للأسنين بمأن أن السكر بيعمل تسوّس هل السائل المنوي بيسبب تسوّس كمان لا لا هذا ما بيأثر على تسوّس الأسنين مثل ما قال صحيح أنه فيها البكتيريا تنتقل في يعني في مرات كمان بينتقلوا عن طريق الاتصال الفموي بس هذا شي ما رح هو يعمل له تسوّس لسنين نجا منقول دائما كتير مهم الواحد يحافظ على نظاف بسنين وينضيف بانتظام يستخدم الخيط الطبي يروح نتحكيم لسنين بانتظام بس كل القصص ما بتأثر على تسوّس لسنين هي ما ما ستكون سبب وفي شخص ما بارف بالغ اما لا في كتير ربالغين هلأ يحط التقويم الأكويس البرائس ما بارف بالعرب كيف يقولون مزبوط هم يسألوا إذا فينا نمارس الجلس الفاموي إذا في نبوس يكون في تقبيل إذا الشخص يكون لابس الأكويس أكيد في الشخص اللابس الأكويس في بوس عادة في مارس الجنس الفاموي هلأ بدوا ينتبه بدوا ينتبه من مائلة إنه ولا يجب شريكوا فيهم للأكواس وما هو يعني يكترون مثلا بالغلط للأكواس إثناء الجنس الفاموي أول تقبيل بدوا يجري بلا يعني يكون معتدل بين يعني الجنس الفاموي اللي عم يعملوه والأكواس اللي عندي هون طريقة إنه ولا يأز شريكه ولا هو كمانا يأز حاله يكسرون مثلا للأكواس اللي هن بتم اللي بيكون أكيد عنده يعني عم يعمل تقوين بده بده كمانا يحتم كتير منيح منيح بالضفط سنينه لأنه هون الأكواس هن على سنينه هن هن وسيلة إنه كمانا يجمع فيهم الأكل جمع فيهم البكتيريا سو هو كمانا يعني بده ينظف منيح سنينه بس عن الجانب إنه يجرح شريكه فيهم بس كمانا فيهم هن يكون سبب إنه يعملوا لريحتهم يجمع فيهم الأكل بده ينظفهم بطريقة كتير منيحة كتير منتظمة يعني حتى يظل منظيف وسليم دكتر وليد هل في هيك نصيحة أخيرة بتحب تعطيها للمستمعين هل في شي نحن ما حكينا عنه لازم نسلي تدو عليه يعني نجع من يعني شوية نجع نتحال إنه كتير يعني في علاقة بين الصحة الفاموية صحة الفام والصحة الجنسية وإذا بدك يعني أسهل شي بيقدر الواحد يعمل هو إنه يهتم بتنظيف سنينه حتى يتفيد أي مضاعفات أو أي مشاكل معقولة تنتج من مثلا التصوصات اللي عنده إياها الالتهابات اللي معقولة تصير عنده الالتهابات اللي فيها تأثر له كمان على صحة الجنسية طبعه بعدين فيه مثلا إذا بدك فيه كتير عوامل فيه هو كمان يقدر يعمل تساعد له نظام الأكل طبعه يكون صحة يقدر يعمل نشاطات رياضية كمان بانتظام كل هول يجرب قد ما فيه مثلا يمكن الشغل مانا بييده بس التوتر فيه كمان يكون سبب كتير مهم بانه الواحد يعمل يعني تأثر على الصحة الجنسية طبعه وفيه كمان التوتر يخليه مثلا يكزع سنو يعني سبب لصرير الأسنان اللي كمان فيه يأثر على سنانه فيه كتير عوامل هول العوامل كمان الواحد إذا فيه جرب يقدر يعالج يجنب حتى كمان يكون عنده يعني يكون هو يحس حاله يعني الجسم سليم يعني لأنه هذا شي كمان بأثر على صحته الجنسية وانا هون بحب زيد انه بالنهي الفم هو اللي بنحكي فيه بس نتبسم كمان هذا شي كتير مهم بالعلاقة مع الشخص التاني ريحة الفم تلعب دور كتير مهم وفيه تكون نوع من سبب كتير نفور إذا فيه ريحة فم كريهة فيه شغلي كمان ما قلناها هي انه الادوية مرات فيها كمان تلعب دور وتأثر على 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 الاسنان لأنه فيه الادوية فيها تخلصك من اللعاب اللي هو بيخلق نشاف بالتم لما يكون تمك منشاف انت بتصور عندي استعداد ان يشوف سنانك كمان الواحد بده ينتبه مثلا لهذه الشغلة لازم نهتم بصحة السنان والفم مش بس لصحتنا الجنسية بس كمان للعلاقة مع الشخص التان هذا شي كتير مهم وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم شكرا لكل مستمعينا شكرا إلك دكتور وليد بحب ذكر مستمعينا أنه يبعتوا كل أسئلتهم بخانية التعليقات وما ترجمة نانسي قنقر